معيكم ورحمة الله. حبايبي طلاب اه قول عددي معكم مستر طاري مدرس اول ساينز. ونبدأ مع بعض تشرح لينت سري. هو درس سهل جدا. واحدة سهلة جدا. بتتكلم عن الحيوانات وتصنيف الحيوانات. مش عايزك تتخض ومش عايزك تقول هي صعبة وصعبة الحفز. اه هي المضوع كله عايز منك انت اسمها على اجزاء. انا هشرح الدرس كل مرة واحدة. انت لما تيجي تذكروا زكروا جزء جزء. تمام? مش عايزك تتذكروا كل مرة واحدة. ويبدأ كده معي بنمسك جزئية جزئية. يلا بينا يلا بينا. يعني اختلاف الكنانات الحية. التنوع بين الكنانات الحية. كان زمان الكنانات الحية ملاش تأسيمة. بيقولوا عليها حيوانات وخلاص. فجأة في علم طلع اسمه علم التاكسونومي. علم دوت التاكسونومي قال لك ايه لا لازم نصنف الحيوانات ذات. عشان يبقى سهل في الدراسة. يعني انت دلوقتي لما تقعد على المكتب بتاعك وتلاقي كتاب الساينس على كتاب الماس على كتاب العربي كل ده فوق بعض. دوشة. لكن لما تقعد تقسم الكتب كده انت بتسهل على نفسك. عشان ما تيجي تذكر بسهولة. هم نفس الكلام. عملوا كده. قسموا الحيوانات. اوكي. فالدرس بتاعنا بيتكلم عن التأسيم. تأسيمة الحيوانات. فدرس سهل جدا. نبدأ مع بعض نبدأ مع بعض. في عندي اللما قسموا الحيوانات. قال لك اول حاجة عايزين نقسم الحيوانات على حسب الايه? طبعا ده كده اسهل تأسيمة. في عندي بيج انيمال في عندي اسمه الانيمال. دي حاجة مش محتاجة منك يعني انك تحفظها. البيج انيمال زي مين? اليفانت. طب والصغير عايز اقول اه 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 امسلة تانية اقول براحتك زي ما انت عايز. طب لو جينا بصينا على البيئة يبقى حقسم الحيوانات في حيوانات بتعيش. في وفي حيوانات على الارض. طب قلت ايه اللي بيعيش في المية? طب ايه اللي بيعيش في اللاند? طب. نحن كده بنتكلم على ايه? بنتكلم على حاجات اللي هي الخارجية. صح? كده حاجات يعني بيناه كده. حاجات سهلة. بعد ما تكلمنا على النباتات ممكن نيجي نتكلم على النباتات. طب ما نيجي نتكلم على ونقول ان في عندي وعندي يعني في حقسم نباتات. في نباتات كبيرة ضخمة. وفي اعشاب قصيرة. تعالي انا نتكلم على النباتات الكبيرة. ايه اطول نباتة انت بتشوفه? صح? بالم تري ده اطول نباتة انت بتشوفه. يبقى ده طب لو قلت لك شورت شورت ايه اللي نباتة الشورت? الجرجير. الجرجير ده موجود كده انزسويل موجود في الطينة بيشلوم الطينة. البرسيم. برضو بقى اصلي من النباتات من حيث ايه الحجم? طب لو بينا بصينا على ورق النباتات. في بيج سايز وفي سمول سايز. البيج سايز الورقة الكبيرة زي البنانة. يعني ورقة البنانة كبيرة اساسا. احنا بنكل الصمرة. لكن النبات البنانة ليه ورق. الورقة بتاعه كبير. طب لو عايز ورقة صغير عندك الملوكية. ملوكية على فكرة بالانجلش زي العربي. ملوكية. تمام? فانت كده تروح قول لي ماما. ماما اي وانت ملوكية. نكمل. طب فيه كائنات صغيرة جدا جدا جدا. يعنيك انت ما تقدرش تشوفها. كل ده العلماء بيتكلموا. احنا بنقسم الحيوانات. قلنا فيه كبير جدا. وفيه صغير. طب فيه حاجات اصغر من كده او حاجات عينك ما بتشوفهاش. اسمها مايكرو ارجانزم. كانت بي سين باي نيكد اي. كائنات عينك استحالة تشوفه. طب دي بتعيش فين? قالك بتعيش فيه المسلا بوند ووتر في ميه البرك. طب شوفوها ازاي بالمايكرو ارجانزم. يبقى لما يقول لي مايكرو ارجانزم اقوله اي? ارجانزم كانت سي باي نيكد اي. تاني مايكرو ارجانزم ارجانزم كانت سي باي نيكد اي. طب بتعيش فين? بوند ووتر. عايز اجزامبل. مع بعض اميبة ايجلينا براميسيوم. مايكرو ارجانزم. كده احنا ايه? اتكلمنا على الحيوانات قلنا كبير وصغير ومتنهي في الصغر. عينك ما بتشوفهوش. تيجي بقى نتكلم على العلم بقى الاساسا. العلم ده اللي احنا عمليين نتكلم عليه اسمه علم ايه? علم ايه? علم ايه? ايه ده الاسم ده? وايه التعريف ده? انا بص هنعمل ايه? حتى بص الحركة دي. بص بص. تاكسونمي. هتقول لي برانش اوف بيولوجي. تاني تاكسونمي برانش اوف بيولوجي. يبقى تاكسونمي برانش اوف بيولوجي. بيدور على ايه? انا عايزة بس يحفظ لحد هنا. تاني يبقى تاكسونمي برانش اوف بيولوجي. century similar and difference among living organism. seentric similar and difference among living organism. فرع من بيولوجي بيبحث عن انت الشاهف والاختلاف في كنات الحقيق. بس. احفظ بس لحد هنا. خلاص. تاكسونمي حولi ايه؟ برانش اوف بيولوجي. سهل قوي. بيبحث عن ايه؟ search similar and difference طب بعد ما عرف الحيوانات المتشابهة يعمل فيها ايه يجمحها مع بعض. يعني مسلا ايه شافت دوكز الكلاب كلها لها ليها نفس الايه نفس الشكل. فييبقى اسمها نوع. فالحيوانات المتشابهة حطها فين? حطها في حاجة اسمها فصيلة. اسمها سبيشيس. سمع ايه? يعني كمية فصيلة. يعني فصيلة مجموعة حيوانات ليها نفس الصفات. ولها ما بعد بقى كده. اسبيشيس. مجموعة حيوانات ليها نفس الصفات. تمام? مجموعة حيوانات متشابهة في الصفات متشابهة. ماشي? ممكن تتجوز وتخلف جديد جديد. خلاص? يعني كلاب تتجوز مع بعضها تجيب كلب صغير قادر ان هو لما يكبر يتجوز ويخلف. ببساطة كده يعني سبيشيس جروب احفاظها من هنا. هاولها تاني اقولها معي ها. سبيشيس يعني مجموعة حيوانات ها مالها? متشابه في الصفات. تاني. متشابه بس. ذات كان ربريديوس. تخلف عيل ايه? صغير. انت بس تحفظ حتة الاولانية. ايه من العالم اللي تكلم عن الموضوع ده اسمه اسمه ايه? ده اللي قال لك ان فيه حاجة اسمها سبيشيس. قال لك النوع يعني انا لو عايز اقسم ميكانيات الحية. حسنا ما لحسها بالنوع. مين اللي تكلم كده اسم عمل ايه? قال لك ان الواحدة تتقصنيف الاساسية. طب ما ديجي بقى نتكلم مع بقى على حاجات اضبك شوية. احنا كلمنا عن نباتات قلنا فيه كبير وفيه صغير. صحي كده? قلنا بيج وقلنا طب نتكلم ايه على الشكل اكتر بقى? ماشي بالتفصيل شوية. قال يعني في نباتات ما عندهاش ولا روتس. ما اندرش اميزها. لروتس وليفز وستم. مش متقسمة. هو الطبيعي يعني طبيعي النباتات اللي احنا بنشوفها. هتلاقيها ليها ايه? روت جزر ستم صاك وليها ليفز. صح? زي ايه كده? زي خلاص وزي طب فيه نباتات تانية ما عندهاش كلام ده. زي مين? الالجي. يبقى كده انا بقى ستمل نباتات. فيه نباتات طبيعية. طبيعية عندها ايه? عندها روت وستم وليفز. زي مين? زي وفيه نباتات ايه ما عندهاش ليفز. سوري ما عندهاش يعني هي مش مش متقسمة ترتيب ده. يعني مسلا ما عندهاش ايه ما عندهاش روتس. زي الالجي. الالجي مش محتاج روتس. هو اسس النبات في المية. طحالب. نبات في المية. مش محتاج جزر عشان يمتص الماء. دي بدا تصنيب بسيط. طب هقسم على حسب الريبرودكشن. اقسم النبات على حسب التكاثر. بصي بقى ركز معي في الحتة ديت. النباتات تتكاثر ازاي? فيه نوعين من التكاثر? في نباتات تتكاثر بالجرسيم يعني حاجات صغيرة كده. حاجات صغيرة كده. شبه بزبط كده حبات السكر. حاجات صغيرة اصغر منها كمان. حاجات صغيرة جدا. عينك ما بتشوفهاش. حاجات صغيرة. بتطير في الهواء وتنزل على التربة فينمو نبات جديد. يبقى فيه نباتات تتكاثر بالجرسيم. وفيه نباتات تتكاثر بالبزور. يبقى اكده عندي نوعين من التكاثر. في عندي على فكرة الاتنين بيبدو بحرف الاس. سبور وسيدز. يبقى باتكلم عن ازاي النبات بيتكاثر? انزاي النبات بيزيد. عدده بيزيد. هتقول لي عن طريق حاجتين. يقيمة بالسبور. يقيمة بالسبور بالجرسيم يقيمة بالسيز بالبزور. طب اول حاجة بالسبور بالجرسيم. مين نباتات تتكاثر بالسبور? تاني. فجر اديان طم. فجر اديان طم. ربي ديوس باي سبور. ربي ديوس باي سبور. فجر اديان طم. ماشي? هما يتندول بالسبور. بس اميها نباتات ايه? تريسترل. بلانتس. فرنس. اسمها فرنس. نباتات برية. يعني الشجر ده اللي انت بتشوفه. الشجر دوت. هل هو عنده عنده بزور? الشجر اللي ايه لا. هيتكاثر بالايه? بالكرسيم. حاجة اسم ايه? حاجة اسمها سبور. اديني كده اديني كده اكزامبل. عندي فجير وادينت. خلاص. نباتات الزينة. يبقى فجير وادينتا. طب هنخش بقى نباتات اللي تتكاثر بالسيدز بالبزرة. بالايه? بالبزرة. خد بالك من دي بقى. في بزور. تبقى الكون يعني جوه غلاف. وعندي بزور. مش جوه ايه? مش جوه غلاف. تبص هنا معي بقى لك كده اتركز بحوالها تانية. التكاثر بالجرسيم. في عندي هنا بيقول لك ايه? في عندي وعندي انجي سبيرن. انجي سبيرن جيمل سبيرن. اللي هي نباتات تتكاثر بقول عليها معارات البزور. يعني ايه معارات البزور? يعني مفيش حواليها غلاف خارجي. زي اللي بحفظها كده. يبقى يعني مش حواليها غلاف. اسمها تاني كده. يعني انا عايزة تبص تحفظ بس دي. عشان ما تقولش ما تقوليش انا ايه? انا انا ايه انا بطلقبط او بانسى. هيقول لك. اللي تقصب بالبزور في منها وعين. دي البزور. طب في يعني ايه كم يا جيمل سبيرن? يعني خلاص? خلاص? طب قال لك جوه الوردة. البزرة جوه الوردة. خلاص? جوه اغاو. يبقى هنا عندي كم حاجة? عندي حاجتين. يبقى التكاثر. ايه ما جي منه? ايه ما ايه ما انجل سبيرن. جيو من سبيرن? لكن لما يقول لي لكن 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 حفظها كده. اعلم لك عليها هنا هنا انا سلايد فلاور. عايز مسألة على قوله بس. جيملو باين وسيكس. جيملو باين وسيكس. لكن دي في منها نوعين. في منها مون وفي منها في منها فلقة واحدة وفلقتين. يعني كده. تلاقي مثلا البزرة عاملة كده فلقة واحدة. في فلقتين. عارف ايه الفلقتين دي وانت كل يوم بتاكلوا الفول البين. الفول عبارة عن فلقتين. وعارف ايه برضو فلقتين? الفول استوداني. فلقتين. يعني البزرة الحاجة دي تقسل نصين. فقال لك في منها نوعين. في منها مونو كوتوليدن في منها ضايق كوتوليدن. المونو الميز والويت. اه حبة الامح بتبقى عاملة كده. فلقة واحدة. لكن الضايق كوتوليدن بقى اللي هي البين. والبين. اللي هي البزلة. البزلة برضو عبارة عن فلقتين. الاتنين بحرف البين. كده احنا برضو كلمنا على النباتات بشكل ادق. طب ما ديجي نتكلم عن الحيوانات شوية. لو عايز اتكلم على حيوانات هتكلم على الدعامة. يعني في حيوانات جسمها في عضم. وحيوانات ما عنداش عضم. اه. طرية كده. زي ايه كده? فانا هتكلم هنا على الحاجة اسمها البادي ساب بورد. البادي ايه? ساب بورد. بقى سمو حاجتين. في حيوانات اسمها طرية جدا. زي وزي 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 يبقى جلي فس اوكتوبوس. جلي فش اوكتوبوس وورم. دي حيوانات ما عنداش ايه عضم. دي سوفت بادي. وفي حيوانات ساب بورد عندها عضم. في عندها هيكل خارجي وهيكل داخلي. ايه ده ايه ده? هيكل خارجي ازاي يعني. بص عارف الاسنيل. القوقع. اه مش ده. الدعامة بتاعته من بره. صح. القوقع من جوة طاري. صح. والصدفة. والصدفة بتاعته من بره قوية. يبقى ده اسمه اكسترنل. طب عندي انترنل زي مين? زي الفش. السمكة. شوكها من جوة. ريبطل الزواحف. بيردس والمامل. يبقى انا كده قسمت الحيوانات حسب الساب بورد الدعامة. بتقولك الاول ما فيش. فيه كعنات ما عندهاش. زي مين? جلي فش اوكتوبوس وورم. عندهمش. والزاود اسمهم صوفت بادي. وفي حيوانات عندها ساب بوردد. الساب بوردد في مينها اكسترنل في مينها انترنل. اللي هي عندها دعامة خارجية. زي مين? زي السنيل? في عندي ساب بوردد دعامة داخلية. زي مين بقى? زي الفش. شوكها من جوة. تمام? سهلة قوي. بعد ما اتكلمنا على الحيوانات من حيس اللي هي الدعامة بتاعتها. حتكلم على الحيوانات من حيس المفصليات. يعني مفصليات. بص كده على كوعك. في مفصل صح? كوعك. بتحركوا كده. بص على الباب هتلاقي فيه مفصلات. تجيمة مفصليات يعني ايه? ليها حركة مفصلية. ورقليها كده فيها مفاصل. طب. في عندي بقى ايه? هنتكلم على الارث روبوت دي. كلاسفيكيشن. ارث روبوت اكوردنج تو نمبر افليكس. قالك هبص على الرجول. كلمة ارث روبوت. او 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 انفر 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 انيمال. هاف جوينتد لج. عبارة عن حيوانات. معنداش عمود فقري. بس رجليها جوينتد. رجليها ايه? رجليها مفصلية. شبه المفاصل بتاعت الباب كده. تعالوا نبصها انا اتكلم على الانتكت. على الحشرات. لو كنا بصلنا على الحشرة. هرسم لك حشرة كده بسيطة هنا. بالمنظر ده كده. دي مثلا النملة. ماشي. بص كده معي. عندها كم رجل. ماشي. بص هنا معي. الانت دي. عندها كم رجل. عندها سري بير. سري بير يعني ثلاث ادواك. وان تو سري. ماشي. يبقى انسكت هاف سري بير. اوف جوينتد لج. فعلا هارجل مفصلية. زي مين كده. زي البي والفلايز. النحلة. والفا ايه. والحشرات. تمام. والزباب. انت كوكرش. والسرسور. والانتس. طب في حيوانات تانية زي العناكب. اركنيز. اركنيز دي عندها فور بير وفليكس. عندها اربع رجول. بص معي كده هرسم لك مسلا ده كده ايه? ده كده عن كبوت. بص عدد هنا في هنا ايه? واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. عنده كم رجل? عنده اربع. عنده فور بير. عنده فور ايه? بير. يبقى عنده فور بير. جوينتد لج. هف مور زين فور بير. اكتر من اربعة. اوف جوينتد لج. از ايه? جلس. دي عندها ايه? مور زين فور. يبقى انا كده برضو اصلي انت حيوانات حسب مين? حسب الارث روبوت حسب الايه? الارجول بتاعتها. طب ما تيجي نبص على السنان. هتقول لي ايه? هقول لك فيه حيوانات عندها. عندها سنان? وفيه حيوانات عندها سنان تختلف العدد بتاعها من حيوان للتاني. يعني تعالكم نتكلم مع بعض. هنتكلم على المامل. المامل زيليها السادييات. اللي هي بتلت. يعني بتولد وتردع. طب عندي حيوانات بقول عليها ايه? تسلس انيمل. انتتس. تسلس ما عندهاش سنان. زي مين? سلس. ارمدل. سلس اللي هو مين? اللي هو اسمه كسلان والمضرع. الحيوانات دي اللي اتنين دول. قالهم تسلس. يعني تسلس معندهمش سنان. حفظهم كده. تسلس سلس ارمدل. طب الحيوانات بقى اللي عندها سنان. الماملز اللي عندها سنان. هنقسمها واحدة واحدة. بص كده معيه? انيمل وز فرونت تيس. حيوانات عندها سنان امامية. يعني اتنين طرعين لقدام. سنتين بس. عندهم سنتين بس. انزا ابرجو. يعني سنتين في الفك العلوي. اسمهم ايه? هيدج هوج. هيدج هوج اللي هو مين? اللي هو الامفيد. ليه عنده سنتين كده? to capture insect. عشان يرتقط الحشرات. عندي انيملز تانية. يعني عندها قواتع حدة. عندها اني عندها مولارز يعني عندها عندها دروس وعندها قواتع حدة. شرب برجيكشن. ليه عندها شرب برجيكشن? علشان تاكل اللحمة. يبقى اول حاجة بقسم ايه? بقسم الحيوانات حسب السنين. فيه اللي عندها اسنين امامية سنتين بس قدام. هيدج هوج. ده اللي هو مين? طب فيه حيوانات تانية عندها اسنين كاملة. بس اسنين حدة. بقول عليها زي مين? فيه حيوانات عندها قواتع حدة. قواتع يعني بتقرقض. هقول عليها مين? الكوارد. عندها سنتين فوق وسنتين تحت. زي الفارع عنده سنتين فوق وسنتين تحت عشان يقرقض. طب اللي هو مين? اللي هي الارنبيات. الارانب. عندها زوجين فوق. يعني اربع سنتين فوق. وعندها ايه سنتين تحت. يبقى دي اسمها ايه دي? دي بسميها الارنبيات زي الارنب. يبقى احنا كده كلمنا على السنان. كلمنا على مين? على السنان. كده احنا الدلس كده بالنسبة لنا خلص. عايزك تيجي كده تراجع عليه تاني وتعطي فاصص واحدة واحدة. بنتكلم على حيوانات شوية بنتكلم على نباتات شوية. تمام? بقى احنا كده خلصنا ايه? بازن المرة الجاية هنتكلم على احنا كده خلصنا ايه? بازن المرح كده احنا كده تحني. مثل الانيه؟ بازن مرح سوى صفحابا نمنتره نعم درق تقليل